نحن في عجل التطوير تسير من حين إلى آخر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين انتلاق أشحل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاق جسم صحي وسليم خالي بعيدا عن الأمر أشحل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أي أسئلة جدتني أن القصة الهندي بيعمل فشل بالكلاة القصة الهندي عمل لي ضوخة القصة الهندي مثلا ساوالي وجع عراس ساوالي حرارة شوفوا القصة الهندي مفيد جدا 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 أدمى التفاق قد ما حكيت عن فوائده بس بنفس الوقت إذا أنا بدي أخذ القصة الهندي وعن باكل اللحوم وعن بشرب أي أكل جسمي أنا مريض سكر أنا معي تجلطات أنا مريض غدد دراقية المفروض أول شغلة انتابحها انه الغدد الدراقية بتكون الهرمونات عندها غير المنظمة نحن بس بدنا ناخد القصة الهندي طيب وين نظام الأكل وين شربوا الماء وخصوص القصة الهندي بدي شربوا ماء كمية كبيرة وين النوم النوم من الساعة تسعة للساعة تنتين هذا اللحنا عنا بحياتنا مفقود جدا طيب إذا انتو بتكون تاخدوا القصة الهندي أو بدنا ناخد القطف كمان في اليوم إجاني أسئلة انه أنا أخدت القطف وارتحت كتير عليه بس صار فيه ماء حرارة وصخونة ووجع راس طيب ليش؟ شو الأدوية اللي عم تاخدية؟ متل مو القصة الهندي فيه إلو فوائد كتير وعالية القصة الهندي إلو محاذير هاللي بياخد مسيلات الدم غلط حكينا كتير بالفيديوهات لو انتو شايفين الفيديو مزبوط تبع الغد الدرقية كنتو عربتوا المحاذير هاللي أنا تكلمت عليها الحامل ما تاخده هاللي يجيت الدورة الشهرية ما تاخده هاللي عم ياخد مسيل الدم كمان ما يانضو لاني أنا قلتلكون هو بيسيل أصلا الدم هاللي وصفتلون يا هاللي وصفتلون يا قلتلون بالدورة الشهرية بس تحسوا انه اليوم بعد بكرة وبعد بكرة بدا تجيكون الدورة الشهرية واقفوا للقصة الهندي الحامل ما بيسوى تاخد القصة الهندي لانه هو بيهيج الرحم بينظم الهرمونات يضبط الجسم القصة الهندي ممتاز والرسول صلى الله عليه وسلم وصان عليه وقال الرسول انه مثل ما تداويتم به هو الحجامة والقصة الهندي هذا الحديث معروف والرسول صلى الله عليه وسلم قال كمان بهذا العود الهندي فانت فيه سبعة اشفية يعني شوفوا مو بس الغدة الدراقية وانا قلتلكن السكرية الغدة الدراقية بقال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العود الهندي فيه سبعة اشفية طبعا سوري اذا فيه بعض الكلمات او بعض الاحرف انا خربطت فيها بمعنى الحديث خلينا نقوم يصمط فيه من العذرة يصمط فيه يعني ينحط من الان يعني منقدر نحطه من الان اوكي؟ ويلدوا من ذات الجنبي يعني منقدر ناخده للامراض الخطيرة لامراض الجلدية للامراض ومنهم ناخده من التم يعني القصة الهندي فيه سبع اشفية من برض السكر من مرض السرطان من الالتهابات الشديدة من تنظيم الهرمونات منقدر ناخده بس ما في شي مال ومحاذير يعني اللي بتدخل بتقلي انا قلي الدكتور بيعمل فشل كلوي اذا انتي مانك منتظمة بأكلك وشربك ونومك وعم تاخد القصة الهندي واصلا ما عم تشربه مية زيادة مشان يشتغل القصة الهندي بجسمك اش باردة تتعب كلويكي؟ اصلا الكلوي ما تشربه لامي وانتي ما فيك شي بصير كشل كلوي انا بدي يوصلكم انه اخد الاعشاب مو انه هو يقال عليها الرسول انه هي شفاء من كل داع يعني معناها العسل خلينا نقول العسل الرسول والسلام وصانع العسل وقال شفاء لكل داع بس كمان في ناس اذا منعطينا العسل بيمرضوا دائما الاعشاب فيها محاذير كتير دائما الاعشاب اذا واحدة بدنا ناخدها لازم نكون فائلين معالج وعارف حالتنا مظبوط انا عم بحكي معكم عن نيت عم بعطيكم الفيديو مشان لكم المعلومات والدراسات هاللي عم تطلع ناتج للدراسات كتير مشان انتو تستفيدوا وعم وصلكوا للفائدة بس انا ما بعرف نفسي مريضة سكري طيب قديش بفيدني القصد طيب شو بدي اعمل لاخذ القصد الهندي هذا مثلا الى احنا عم نحكي مو بس كلامنا ع القصد الهندي لو اي شي تاني مثلا انا مريض اه 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 بدني ااخذ بالكوليسترول زيت زيت زيتون زيت زيتون ينزل دائما بس ممكن الجسم حينزل الكوليسترول لازم حط مع الكوليسترول مع الزيت الزيتون سوري اما قصد هندي او ارفة فيه خلطة من خلطة من طالع دول للكوليسترول الضغط منقدر ناخذ القصد الهندي بشان ينزلنا الضغط بس مقابل هات كمان لازم ناخد معه قصص واشياء القصة اني انا اما قل لكم ايه خدوا للغدة الدراقية انا ما بدي حدا منكم ينقذ بالعكس انا بحبكم و بدي اياكم تكونوا بصحة جيدة وعالية بس اذا انتي عم تاخذي مسيل للدم مستحيل تقدري تاخذي القصد الهندي ابعدي عن القصد الهندي اسبرين ابعدي عن القصد الهندي لانه كمان ما بتقدري تسيبي الاسبرين وتاخذي القصد الهندي بسرعة لا اقل الشي لازم 21 يوم تكونوا مبعد عن الاسبرين اخذوا مبعد عن المسيلات الدم وهذا باستشارة الطبيب لانه في قابل الطبيب يقولك انتي ما بتقدري تسيبي مسيل الدم مشان هيك انا بقول لكم دائما النظام الغذائي لما منتبعه مظبوط ومنكون اقل شهر اللي احنا متبعينه مشان نقدر نمشي على نظام معين مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانه بالحب السوداء وصَت يا الرسول بالحب السوداء بالحب السوداء بس هو ما اعتاها باللام التعريف وسبق الشفاء يعني ان الحب السوداء حتشفي لا والcomings ministra Further were over a certain issue يعني لبعض الامراض لاحل explic عن زمان اقطع Technology بالصباح الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شفاء اいや للحب السوداء شفاق. اوكي بس مولا كل الامراض مشان هيك اللحنا ما بدنا نتكلم قدام الكل وفيه من الاخواننا المسيحية متابعيني ومن جميع الطوائف انا كلكم على راسي وكتير كتير بحبكم وبحب جميع الاديان مشان هيك رصي الله يا اخواننا بالله كل وصانا ببعض الاعشاب قال الحب السوداء قال السنة مكي السنة قال القصة الهندي قال العسد قال عدة وصفات لو وصفة واحدة بتشبي كل Конечно هكبر عدة وصفات او عدة اعشاب. و다는 ارصي الله علي السلام. كل عشبةının ذكر الرسولة للق�� لبعض الامراض. وطبعاً العلوم والأبحاث والدراسات والتطور اللي احنا هلأ وصلنا له كلنا عم يتبعوا ترى الناس الأمريكان اللي عم يوصلونا الدراسات والأبحاث أو هلأ بريطانيا أو هلأ بألمانيا عم يوصلونا الدراسات كلها ترى شرح لأحاديثنا رسول الله عليه وسلم مو نيجي لحنا لحنا ما بدنا ننسي لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم خلينا نتكلم يعني أنا ليش حكيت هالكلام لانه واحدة قالت انك عم تقولي الحب السودا مضرة للكولون لاحظوا معي واحدة سألتني انه أنا عم باخد الحب السودا بس عم تتعبني لما باخدها قالت له طيب مضرة لإليه الحب السودا انت ممنوع تاخدية وجميع الفصائل هاللي مع الكولون أو سرطان الكولون أو اللهم صلي عن النبي سموم الكولون عامة بالأمعاء الغليظة كاملة أو بالمعدة أو الكولون كامل لا ياخد الحب السودا لأنه بيزيد انفعال الكولون وهي هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء بس ما قال شفاء لكل الأمرار لا ما قالا يعني أنا هلأ بقدر أعمل وصفات بحط فيها الحب السودا بس في أشياء ما بتناسبني ما بقدر حط فيها الحب السودا مع إنها هي شفاء أنا بدي ياكن تفهموا الأصد والفيديو هاد كل الأسئلتكم وأجوبتكم مشان نوصلكم لبر الأمع دائما بقول هاللي بيقول أنا معي حساسية الحساسية مش مرض أنا عاملي فيديو كيف نشين المشاعر السلبية وأي دواء حتى أنا مثلكون أي شي جديد لو أعشاب بدي أجي أشربه ومجربه وأعمل تجاره فيه ناخد شي قليل بشان نشوف إنه لحنا حننضر بهالعشبة اللي هاللي ناخدها لأنه بسرعة هاللي عنده ضعف بالجهاز المناعي وفي عنده حساسية من الكبد الكبد بسرعة بيتحسس مجرد ما تاخدي منه شوي تنتظري 24 ساعة بتشوفي إنتي تحسستي من هالقصة ولا لا كماني وقت لتلكم خدوا واحدة جرام من القصة الهندي لا أول الشي خدوا حبة واحدة هالحبة واحدة لتلكم واحدة من القصة الهندي بطلع ثلاث حبات نقسمهم ثلاث ثلاثة ناخد واحدة ومستنى 24 ساعة منشوف لحنا تحسسنا صار معنا حرارة التحسس شو هو بيصير حرارة بيصير فيه حكة بيصير فيه ألم بالكبد بيصير الكبد عندك مؤلم بتحسي هيك صار فيه عندك ألم مو طبيعي ولو ما كنتي أنت أصلا موجوعة حتى الحساسية هاي من المحاضير الثانية هاللي عنده حساسية لا ياخد أي شيء وأي دواء اي دواء أنا بذكره إلا طبعا ما عدا التنبيت التنبيت بيواتيكم انتو الكل ولا بيعمل حساسية دخلوا على الفيديو اللي قايت لكم بتقيموا الصور السلبية مشان الحساسية اللي بتجينا لأنه هاي الحساسية هي صورة لحنا أخدناها بزغرنا أو لحنا ماما حامل فينا أخدنا هالصورة وتركزت باللاواعي تبعنا وعشنا فيها مثلا لا أحكي لكم عن شغلة أنا كنت مثلا أتحسسني السمك بطريقة فضيعة لما دخلت بهالعلوم وتعلمت البيت وصرت أعرف إيه من المشاكل والمشاعر السلبية من داخلي أول صورة إمتا كانت صورة كتير كتير قديمة وهلأ باكل سمك بطبيعة فضيعة ولا عد صار معي تحسس أبدا لا من الكبد ولا بحكة ولا ولا أي شيء الحساسية دائما مسؤولة عليها الكبد مجرد ما تعرفوا إنه في عندكم حساسية سرع عملوا استرخاء خدوا تنفس البطن ادخلوا الفيديو خدوا الخطوات اللي لازم نمشي عليها الربط بالأماكن وأنا معيرت لكم الأماكن كلها كاملة وشيلوا الصورة اللي داخلكم إنتوا مشان نقدر لحنا ناكل أي شيء لأنه ما في مرض اسمه مرض حساسية إلا لحنا اللي اخترعناه وخلينا اللواعي يأكد إنه هاي الأكلة في ناس تتحسس من الخبس في ناس تتحسس من الحليب في ناس تتحسس من الشوكولات بس هاي صور لحنا بداخلنا الناله للداخل لحنا بنتحسس من هالشي وجذبنا هالشي لإنا وصرنا نتحسس منه ونمرض منه لو شفناه في ناس بس تشوف الشغلة اللي بتتضايق منه تتمره لأنه لحنا هيك بدنا لحنا اللي جذبنا المرض لإنا مشان هيك لما بقلكم نتيقنوا بدنا نتيقن مشان نجذب الصحة بتوكلنا على رب العالمين إنه هو الشافي المعافي لحنا نجذب الصحة لأنه أنا طبعا سجلت كل الأسئلة في سؤال كمان إجاني إنه هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هم بيشفي ليش عند بتقولي إذا بتاخدوا كذا لا تاخدوا قصة الهندي؟ صلوا على النبي قولوا اللهم صلي على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه سبع أشفية بس بنفس الوقت فيه ضرر فيه ضرر لأمراض كتير مو قصة إنه إحنا إحنا بنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومتل ما بيئنا إحنا بنحب نعمل بس كمان إحنا بدنا نعرف شو فيه معنى أمراض شو فيه معنى أشياء اللي بتخلينا أصلا هذا الدواء يتعارض مع دواء تاني أي عشبة مو بس القصة الهندي أي عشبة بتاخديها إذا أنت عم تاخدي إدوية يعني يعني القصة الهندي ومسيل الدم مثل بعض بالظبط لو أنت قبل ما تاخدي مسيلات الدم أخدتي القصة الهندي ما كنت حتحتاج إلى مسيل الدم وكان ما تعارض مع جسمك أبدا بس طالما أنت بتاخدي مسيلات الدم دك تتبعي رزاء معين تبعدي عن اللحوم اللحوم لأنه هي أساس الضرر للجسم ما في مجال النوم مشان نستفيد من الإفرازات الغدد كاملة مشان القصة الهندي يعرف يشتغل مضبوط بس إذا حياتي ملخبطة والسهر ومعن باكل مثل العالم واللحوم ويلا هاتوا الأكل هلي بيدرني وين الأكل هلي بيدرني؟ في ناس هيك إذا أكل مو بيدره ما بترضى تعكل أصلا لازم تكتري من أكل التنبيت تكتري من أكل النية خضروات النية كتير 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 مفيدة دائما حكموا عقلكم دائما الواحد بحكم العقل مو الله الدكتورة هيك قالت يلا والله أنا استفدت الدكتورة هيك قالت لا في قابل أنت تستفيدي بس غيرك في معه سكري معه ضغط وزنه زيادة إنتي خستين كيلو جارتك ثمانين كيلو بيختلف كم جرام بدنا ناكل مشاني أنا بعطيكم الدراسات بعطيكم شو هو المفيد وإنتوا حكيمين نفسكم عندكم معالج متابعكم عندكم طبيب متابعكم بدكم يعني أنا تابعكم دخلوا التطبيق لأنه لو كتبتوا لي رسالة وأنا ساعتكم بس أنا ماني متابعتكم على اليوتيوب هذا اليوتيوب وصل بيني وبينكم مشان وصلكم الأحكام والدراسات والبحوث هاللي عم تطلع مشان علمكم وين المفيد بس إنتوا في عندكم عقل براسكم تسألوا طبيبكم هو بيكون بيعرف الحالة اللي إنتوا موصلين لإلها ومجرد أنتوا أنا بقدر فيد الشخص اللي مو أخد إدوية أبداً وعامل تحاليل وبيعرف نفسه أنه هو خالي من الأمراض كامل أنا هون بقدر ساعده وقال له كيف يمشي بس دا يمشي كمان على خطوات أوكي مثلاً في واحدة قالتلي أنه أنا أخدت القصة الهندي والله ونسيت بالدورة الشهرية صرت هذا أمر طبيعي أمر طبيعي أنت أصلاً جايتك الدورة ومفتوح رحمك وجاهزة للنزيف وأجيتي أنت تأخذ القصة الهندي ترى هذا بيؤدي للوفاء يعني بيموت الإنسان من القصة الهندي إذا أنا جايتني الدورة ولا نفسها وعن بأخذ القصة الهندي طيب أنا أصلاً رحمي مفتوح والدم سايل كيف أريد أن أخذ القصة الهندي وإرتمه بالفراخش؟ والله يرحمنا جميعاً جميعاً على الطريق ولكن ليس أنا أتسبب بموتي فإن شاء الله إن شاء الله قدرت أوصل لكم المحازير لسيادة الدم كمان في سؤال إجاني أنه واحدة محا حساسية كثير شديدة وتأخذ مضادات هستاوين أنت تأخذ مضادات هستاوين ممنوعة من القصة الهندي ولو معك قدرت درقية في عندك أشياء تانية بتقدر تستخدميها ولازمك متابعة لأنك أصلاً أنت عودت جسمك أنك تأخذ مضادات هستامين وهللي بيأخذ مضادات هستامين يعني عنده جهاز المناعي منخفض دائماً منخفض طول ما أنت عم تأخذ لحبوب الهستامين هذا كمان بيأدي للشلال لأنك أنت عم تضرب الكبد مو بس بأسرع الكلاوي لا إذا أنا عم بأخذ مضاد هستامي وعم بأخذ القصة الهندي بضرب الكبد تبعي لأنك أنت عم تأخذ الحساسية مشان تقليله للكبد تضبط هرموناتها بتيجي بناخد قصة الهندي مشان لهو يضبط الهرمونات بيجيبوا فوتوا ببعض وبيتقاتلوا بتحصل الحرب فهمتوا عليه؟ ولحقلكم شؤال المتنبي قال لكل دائن ضواب يستطب به إلا الحماقة أعيد من يداويها؟ يعني شوفوا الكلام وفيه إعرابي ماني متذكرة كمان شو اسمه؟ قال الحماقة مأخوذة من حمقة السوء إذا كسدت حمقة السوء ماشي؟ فكأنه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر حرب يعني إذا انتو بتكون انتو يعني هلأ شوفتوا في فيديو تبعي يمكن تشوفوا معالج تاني ويمكن دكتور تاني ويمكن هذا يقول لكم بروفيسور يمكن هذا يقول لكم أحسن دكتور بالعالم يمكن يقول لكم دارين هادي أحسن دكتورة اللي احنا والله اختي طابت على إيدها على إيد رب العالمين طبعا أول شي لا لا تاخدوا كلامهم أني أنا أحسن وحدة لا يمكن أنا طيبة العشرات بإذن رب العالمين ساعدني وعطاني العلاج ووهبني إني إني ساعدهم لهاللي مرضو بس أنا ماني شايفتكم إنتو شلون عم تتسرقون يمكن أعطيكم الدواء ويداويكم بس إنتو لخبطكم بالحياة والسهر وقلة النظام ويلا أكل كيف من كان يعني أنا حم حاول كتير كتير حاول قدر المستطاع إني صور لكم الطبخة اللي عم بطبخها ببيتي أنا ترا ما عم صور لكم شي خاص صدقوني يعني عم بحكي لكم الصدق بس لما عم ساوي شي لبيتي عم حاول صور لكم يا مشان أنتو تستفيدوا عم خلي الكاميرا شغالة وشبتوني يعني بقض بقطع لكم الشغلات المفيدة وبنزلكون ياها بس أنا ماني شايف يعني في سؤال نذف إنو لو سمحتي عملينا الطبخة اللي أنا ماني شايف أنا بأم حاول أعطيكم كيف تقدروا تطبخوا الطبخ والخضار بدون ما تروحوا فوائدها عم وصلكن لبر الأمان حتى في واحدة كمان دخلت الله يضاها خير إن شاء الله الله يهديك كمان إنو أنتي طبخ ولا طب أنا دخلت بدي أسألك عن الطب مشان عيوني تعباني متلايتك عم تطبخي طيب شو يعني الدكاترة ما بيتطبخوا ولا هاللي دارس يعني لازم يحط رجل على رجل أي يلا خلاص والله عطتني هي فكرة كتير كتير بتجنن خلصنا اللي وراي حط رجل على رجل يجب له جوز يجب لي خد دعم وهي اللي خلا تطبخ لكم أنتي ستبيت الله عطانا قدرة كتير عالية عطانا طاقة نقدر نستوعب مئة قصة ومئة شغلة لحنا جانتين لحنا صلى الله عليه وسلم مصطفينا أنتي بتقدر تستوعب أمك وأبوك وأخواتك وزوجك ورفقاتك وأهلك وناسك وتشتغلي أنا عشر أشياء بقدر اشتغلهم وأنا لحالي عطالع بأحد بس مو مثل الرجل الرجل بيختلف تفكيره عنا انتي بتقدري تدخلي بمئة صندوق وتفكري أما الرجال ما بقدر يدخل إلا صندوق صندوق مش عن هيك لا تروحي قدراتك بأشياء هيك وهيك حسنا؟ كمان في وحدة قالت لي أنه محة الربو في محة وفي وحدة كمان لجمع لكم ياهم عبادل أنه هي نفس الجواب وفي محة الأنفية الغدد الأنفية وعم تاخذ مضاد للهستامين وجاي بدأ تاخذ في محهم أكياس في الغدد الدراقية ويجب أن يخذوا القصة الهندي قالت لي لا لا ينفعكم القصة الهندي أنت يا دكتورة قالت هيك أنا ما قلت لكم أنا قلت لكم خذوا القصة الهندي اللي خالي من جميع الأمراض جسمه ما شاء الله ما في شيء اللي عنده لحظة الهربونام الغدد الدراقية عنده نشاط أو عنده خمول وإذا كمان عنده خمول أكثر من النشاط لأنه النشاط في إلى أشياء تانية هل عنده تكيوسات الأفضل له أنه يأخذ القطر بس برضه بدي يعرف شو في عنده أمراض شو بياخد أدوية كم وزنه كم عمره الطفل مختلف عن الشاب والشاب مختلف عن العجوز كل واحد شو طبيعة حياته حتى أنت مثلا متعودة على طبيعة حياة عيشية بطريقة معينة وتجي بدك تغيري بساعة واحدة وتاخذي القصة الهندي كمان ما بينفع لازم متل ما قدلكم نكون حكمة لحنا بتصرفاتنا يعني هالي مريضة للربو أنت مريضة للربو عم تاخذي هستامين؟ بليس ممنوع عليك بتاتا أنك تاخذي القصة الهندي عالجي الربو وأنا حتيت لكم كتير كيف نعالج الربو والنقاط تبع الربو هون هاي هون النقاط شوفوا منحط هون النقطة هون النقطة وهون النقطة وين الأدم السجيك؟ ماني مجهزتو أنا لأنه اليوم عام لحسابي إني جاوكم على أسئلتكم بالأعشاف فقط خلي السجيك معناته حلقة لحاله واللي مع الجيوب الأنفية كمان بياخد مضادات هستامين كمان ممنوع عنا كل القصة الهندي بس لو أنت ما كنت عم تاخذ ومعود جسمك على المضادات الهستامين القصة الهندي كان بفيدك جدا 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 أنا في بيتي وعيالي وزوجي ناخذ القصة الهندي بس أنا بأخذك كويقاية يعني كل شهر بأخذ لي تقريبا سبع حبات من حبات عشر حبات إذا كثرت مشان ما عنصاب بالفلونزا يعني مثل وقاية لتغيير الفصول مع بعضها لتنزيل الوزن يعني شهد حالي سمنتلي شوي يعني أكثر من هيك أنا ما بقدر لكم أكيد كلامي مفهوم فيه هاللي معه ضغط ضغط الطالع أو النازف عندك ضغط مرتفع عندك ضغط منخفض حسنا لازم لازم القصة الهندي يعني خليني أحكي لكم يا ما مثلا بعيد الشر عني بسم الله عليه صار معي أنا ما بقدر ضغط أنا ما رحت لعندبتور ما أخذت أدوية ما أخذ أي شيء بجيبها القصة الهندي بأخذ شوي بشوف حالي أنا شلون الضغط صار عندي بإيس الضغط مرة ومرتين وثلاثة كلما أخذت شوي ما بأخذ أنا كمية مناسبة للضغط لا بشوف أنا ما تحسست منه ضغطي ما عد طلع أو إذا معي نزول ضغط ضغطي ما عد نزل يعني هذا هو بغتيني قصة الهندي لأنه في عندكم ناس لحالهم أخذوا القصة الهندي ضربوا الضغط معهم وارتفع لأنه أصلا هنن عم ياخدوا مضادات إستامين هنن من الأصل راحوا عند الدكتور وصفهم إدوية الضغط ومن الأخطر أخطر شيء أنا بنصحكم فيه من كتر مقاريات دراسات أي واحد بيجي له مرة لا يفكر انه ياخد ضغط سرعة صبروا أول صبر اللي تصبروه بنتنوع عنه الأكل والأكل اللي تنتمنوع عليه هو اللحوم الدجاج كل شي حي ما عدا طبعا الأسماك الأسماك كتروا منا كلوا قنية كلوا منبت شربوا كتير ماء منحط قطعة فضة بقلب المي بتعالجكم للمعدة وتعالج الكولون العصبي وتعالج الإمساك وتعالج شغلات كتير إن شاء الله هاي في فيديو ونحن نتكلم عليها مضبوط وعلمكم كيف نجيب الفضة الخالص وكيف نحطه بالمي وكيف نتعالج بس من المي بس إذا انت تعودتي على الإستامين وصرت تاغذي إدوية ومعك ارتفاع الضغط ووصف لك الدكتور وصل لك سنة عما تاغذي حبوب الضغط صعب إنك تجي تاغذي القصة الهندي وتتعالج منه هذا كمان من المحاذير انتبهوا معي تقدري تاغذي القصة الهندي بس كيف إني أخذ شوي شوف حالي تحسست الدكتور أمشي على نظام غذائي معين اشرب مي كثير نام من ساعة تسعة للساعة هؤلاء كثير مهمين انت يمكن هتحسي حالك رحتي عند الدكتور سيقولك وقفة ضغط 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 بس لاحظوا معي كل أي ضغط القلب الشرايين أي شيء نحن منجي مناخده ويتعود جسمنه علينا صعب إنه نسيبه بسهولة تبريص لك عم تاقديس سنة أقل شيء أقل شيء سبت الشهور لحتى تقدر تسيبه بنظام غذائي معين تعدوا عن اللحوم يا أخي شو فائدت اللحوم أنا من الناس على ذكره اللي كنت موت باللحم كثير كثير بحب اللحم يعني كان زوجي مثلا اللي شو هتطبخي اليوم؟ مندي شو هتطبخي اليوم؟ برياني يعني من جد كنت مهووسة باللحم وقعد زبد فيه واشتغل فيه بطريقة موت طبيعية وشوفه؟ أنا ما بطبخه إلا بالفخار بس لما درست والعلم نور سبحان الله وعرفت قديش صرت أعمل اللحمة النباتية اللحمة النباتية ممتاز ما شاء الله صحتنا ارتدت صرنا ننحف بدون ما نعمل ريجيم اللحمة النباتية كليوم ما بيأثر عليك بالعكس بيعطيك الفوائد كتير بس ما نمنح نفسنا عن أكل أنا هلا ببيتي ما نمانعي نفسنا عن أي أكل بأكل ثم خروف وبقر وجمل أي شي منأكله بس بعقل بوزن مرة بالشهر خروف ومرة بالشهر جمل بيصفلنا بالشهر ثلاث مرات أو مرتين أكل لحم بس فقط لا غير والباقي كل يأتي لحم نباتي أكلات خضار أكلات مغزية أحيانا 13 و 14 و 15 أنا مبدو الأكل أبدا بيعيش حال التنبيت بعيش حال التنبيت والأكلات النية فقط بخسل كل اللي بجسمي كل السموم اللي دخلي تخلي حالي ما شاء الله ومنجد بها ثلاثة أيام جسمي كمان بيختلف حافظوا على صحتكم ونفسكم لأنه هاد هو هاد بس أعطيكم مثل لما بتكونوا انتوا بعرس أو بأي مكان وبتشوفوا هاي لابسة أبيض شو بتقولوا ما شاء الله شو لا بقلة بيعخذ العقل واو والله خرافي عليها طح؟ ولما بتشوفوا التاني لابسة بهوع وش هذا والله العظيم إنه شكل لها بدري إيش قرف مثلا طيب انتوا شوفوا باللباس شو عملتوا مع إنه هادا اللون أبيض بس هادا اللي بقلها وهي ما اللي بقلها وحتى انت هادا القصة الهندي حيمشي معك وحتتعافي منه نهائيا بس غيرك في عنده مشاكل تانية يعني هو هيك شبه صغير مشان تعرفوا إنه أحيانا بيلبس الأسود بيطلع ملكة جمال وإما بيلبس الأبيض بيطلع هيك بتير حتى نفس الشخص يعني بيطلع بايخ في مثلا زوجي أنا لما بيلبس الشماخ واو بيطلع بيجنن بس لما بيحط الغطرة بيحسه صار عجوز يعني شوفوا كيف مع إنه مع إنه سبحان الله سبحان الله كله حلو بس خلص نظرة العالم تعطيه هيئة لما بنزله بالأبيض ولا بنزله بالشماخ خير يعني الشماخ مو هو الأساسي لا يعني أنت طبيب نفسك لو استشرته وخبرته حتى لو طبيب بروفسور جاي من أفضل الأماكن أنت اللي بتعرف جسمك شو بيحب أنت بتعرف من شو بتتحسس أنت اللي بتعرف من شو بتتضايق من شو بتصح يعني مثلا أنا عندكم القهوة في ناس كتير بتقولك القهوة كتير كتير مضرة وبتجيب العصبية القهوة ما في زيها للقلب والشرايين وبتعطي نظات للقلب بتجنن بس ما نكتر منها لو شربنا أكتر من فنجانين فنجان بنهار أو فنجانين في فصائل ما عليش يشربوا فنجانين في فصائل لا فنجان واحد لو أكتر من هين أكيد تساوي عصبية ما في مجالي يعني ما تعمل عصبية شان هيك لازم نكون حاكمين نفسنا ونعرف نتصرف القصة الهندي للجميع للكلب بتجيبوا القصة الهندي بتاخدوا واحد جرام بتجيبوا الميزان بتحطوا واحد جرام وبتقسموه لثلاثة حبوب الحبوب يعني الكلب إلي من وين نجيب الحبوب نعم دل العطار لا مو نعم دل العطار هاي شغلات طبية بتروحي بتجيبي كيلو حبوب نفس الحبوب اللي احنا بناخدها تبع الالتهاب كيف تنفتحها يعني من وين جايبينها نفسها كمان بحلقات ان شاء الله بورجيكم عليها لاني انا بدي خلص اسئلتكن مشان ما ضيع وقت بتجيبوا الحبب بتعبوها وبتاخدوها الصبح عريق اذا صار معكن وجاء برقبتكم من هون او وجع راس مثل هيك الوجع النصفي بيجيكن او صار في معكن دوخة او شبيه انكم حاسين بتكون تغموا او صار معكم مثلا لعية نفس او صار معكن حرارة هاي اعراض القصة الهندي اللي ما بتواتي اللي بتقلك يا الكبد بيقلك انت عم تطعميني شي غلط شو في شو القصة هون بتوقف القصة الهندي لانك انت في شي بجسمك لازم يتنظف مشان نقدر ناقل القصة الهندي مو انو تبمنوا على القصة الهندي لا لازم ننظف لازم نشتغل على نفسنا لازم نتبع نظام غذائي لازم نشرب موية كتير لازم ننام بساعات الليل ساعتا ساعتا منتبع نظام القصة الهندي بعض الناس مثلا ما بيأخدوا دواء كمان في واحدة عدتة انا ما بأخد اي دواء ما فيني اي مرض بس انا اصلا ضغط المنخفض وفي عندي نشاط بالهرمونات هرغدة الدرقية بينفع اني اخذ قصة الهندي لازم نأخذ قصة الهندي مستحيل تأخذ قصة الهندي فيه لك علاجات تانية وصفت لها العلاجات التي بتقدر يتقبلها جسمه بس طالما جسمها سليم كامل لازم نعالج شوي شوي التلة تأخذ دي مثل رشة الفلفل القصة الهندي على امال من مهلك لانه اذا اخذت كمية اصلا هي محى انخفاض بضغط الدم والقصة الهندي بنظم الضغط الدم وبيخفض زيادة يعني هلي في عنده ارتفاع بضغط الدم بنزله يا القصة الهندي بس هلي عنده انخفاض بضغط الدم ما بيفع اصلا يأخذوا لانه هو بيخفض اصلا ضغط الدم وبينظمه مضبوط بس اذا انت خلق جسمك عندك ضغط الدم وتأخذ القصة الهندي فورا بينضرب شريان تسمعوا هذا اجاه سكتة انضرب شريان عنده سكتة دماغية لانه انضرب عنده شريان انه هبط ضغطه هبطة كاملة انضرب الشريان عنده ادى للوفاة او بيؤدي للاغماء او بيقعد يومين ثلاثة اصلا مغمى عليه هو السبب انخفاض الدم والذي معه انخفاض اصلا خلقه المفروض ما يأخذ القصة الهندي وفي حديث صلى الله عليه وسلم اجا رجل عنده وقال له يا رسول الله اخي يشتكي من بطنه ان شاء الله يارب ان يكون اقول الحديث مضبوط او بمعنى الحديث افضل قال له اصقه عسلا قال له طيب راح ورجع ثاني مرة تانية قال له اصقه عسلا راح ورجع قال له اصقه عسلا ثم اتاه وقد فعلته يا رسول قال له صدق الله وكذا بطنه اخيك ما معنى هذا الكلام ورد اكد له اصقه عسلا فثقه وفبره يعني انت لما تأخذ القصة الهندي مرة مرتين ثلاثة لأي مرض اما وبدون ما تعملي تجارب للحساسية اللي عندك او شي عم بحكي هلأ شغلة عمومي للكل اذا انت الدايئتي عم تقولي تصرلي دوخة اكيد هو عمي عاجب اذا انت واقي ما عندك لا ضغط لا سكري لا مرض لا اي شي عندك انت عم تتعالجي الحمد الله وانا حكيت لكم ما بدي ردعيه شو الاعراض هللي بتجي لاي شخص للقصة الهندي شو الاعراض السيئة السلبية اللي بتجي اللي بيقض القصة الهندي لازم يوقف عنه اما والله صارت لي دوخة بس حسيت حالي نشيطة صارت لي لعية بس حسيت حالي عم بتنشط يعني ما نمأثر علي بس اعمل تجارب لانه التجارب خلال 24 ساعة بيعطيك النتيجة السلبية انه هذا مبلغة جسمك بتشوفيها بتحسي فيها بجسمك بتحسي فيها انا تقريبا تقريبا حكيت عن القصة الهندي تقريبا 3 محاذير او 4 محاذير فيه شغلة كتير مهمة في للكون مو بس في الاعشاء انتي احيانا بتروح تشتري دواء من السيدالية بيقول الدكتور واصف لك يا ومجرد ما تاخذيك تصير تقوى 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 تصير يمكن تطلع تتقيقي يمكن يصير معك اي شيء وانتي ما بتعرف انه هذا الدواء هو السبب لازم توقفيه فورا شانا ايقا نعم بيقلكون انتو اطباء نفسكم انتو هاللي بتنشحوا نفسكم باي علاج طالما انتو متيقنين برب العالمين هو الشاف المعافي ما في حدا غيره وهم شيء دائما اي اي شيء صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد بتحطي ايديك على اي مرض انت تعباني عينك جسمك عصبيتك حياتك روحك بتحطي ايديك بتقولي بسم الله ثلاث مرة اعوذي ويدة الله وقدرته من شر احد احده هذا بسرعة سبع مرة هذا بسرعة بيشفي من عند رب العالمين سبحان الله سبحانك يا ربي يعني علينا بالدعاء لانه الدعاء دائما مفيد جدا 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 بدي اياكم دائما تفرقوا بالاعشاب مثلا خليني اعطيكم مثلا المرة الحامل لما بتروحها الدكتور فورا بتقوله انا حامل لو راحت عالدكتور انه مثلا انا بطني عم يجعني انا رجلي عم تجعني انا جاييني يوجع راس بس اول ما تدخل دكتور ترا انا حامل مشان يعمل حسابه الدكتور ويوصف للدول المفيد وما يضر جنينها مظبوط هالكلام مشان هيك الاعشاب كمان لانه انا لش عم بحكيها الكلام لانه جاني سؤال انا حامل بصير استعمال القصط الهندي لانه في عندي الهرمونات في الغدة الدرقية كذا كذا الحامل ما بصير تستعمل القصط الهندي ابدا مو بس القصط الهندي اي اعشاب علاجية ما بينفع تستعمل الحامل ابدا المر اللهم صلي عن نبي القصط الهندي المرمونات السنمكي هدول العلاجية الزعتر البري الميرمية هدول العلاجية هدول مو غزائية شو هي الغزائية؟ التنبيت اللي عم مراجيكم ياهو النبتو هاي اعشاب كمان بس تاخذوا الحامل تاخذوا اللي معه قلب اللي معه سكر اللي معه جميع الامراض هذا غزاء كأنك عم تاكل شيء اللي يغزي جسمها لذلك لازم نفرق بين الاعشاب العلاجية والاعشاب الغزائية تختلف كثير الحلبة مثلا سألتني واحدة حامل معلش اكل حلبة؟ طبعا كلي حلبة وشبعك اكل حلبة انتي يا الحامل بس تنبت ومتاكلي افضل لك شيء بالحياة يعني بس انه ما تكتر كثير كثير لانه يعني بصير الولد اللي بيجي فيه دموع كتير بصير بيدمع 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 بس بتروح ما بتأثر بس انتي حتشوفي كأنه مرض بس التنبيت ممتاز يعني من كتر ما شاء الله الغزاء الغزاء تشوفوا بتشوفوا الولد دائما عيونه عما تدمع اول يومين ثلاثة بس كل شيء اعشاب غزائية هي من انواع الغزاء بتسألوا خبير بتسألوني بجاوبكن هدولة ما عليش تغضوه معنكم اي مشكلة اما اي عشبة علاجية ممنوع الحامل تاخدها او نفسها او هللي هلأ دخلت للدورة الشهرية اجت دورتها بالضبط دائما اي علاج بدنا نتبعه منشوف الدورة الشهرية خلصت منتابع منخلص نفس منخلص حمل يعني انتوا حكيمين نفسكم وانتوا اطباء نفسكم جاني سؤال انه هللي عنده فرحة بالمعدب هللي عنده الكولون نزيف بالكولون سرطان بالكولون نحن مناخد القصة الهندي من طيب انا مستغربة من الاسئلة لما حكيت بالغدة الدرقية وقلت القصة الهندي له الشفاءات كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سبع شفاءات بس ما قال لجميع الامراض وانا ما قال لجميع الامراض شوفوا الفيديو بليز وقلت لكم الراجعوا المختص الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احكي لكم هالقصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما معاذ يمكن مشان ما خربة في احد من الصحابة كانوا معه مرض وشاف قلبه عم ينبض او تعبان قلبه قال له بعثوا جيبوا الى طبيب مشان يطببوا ما قال له عطول قصة الهندي هي الرسول صلى الله عليه وسلم النبي استعان بالله سبحانه وتعالى وقال نادوا للطبيب وجيبوا الطبيب مشان يعالج اظن معاذ اظن اجا الطبيب والطبيب كان نصراني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نجيبوا الطبيب وكان نصراني وأول ما إجاب طبيب وقال له جيبوا الحلبة ودقوا فيها نوات تمر المدينة وإن شاء الله بيطيب ومن جد شربها دقوا له إياها وشربها والطبب الحمد لله رب العالمين الغاية من هذه القصة إنه إذا الرسول الله عليه وسلم قال هالشي هذا لكل شفاف هالشي هذا لكل داء لا فيه أشياء ما بتناسب إنه نحن نعطيها لمريض من المرضى عشان هيك استعينوا بالمعالج أو هاللي بيعرفت هالقصص هاي ولا داخدوا من نفسكن أو والله جارتي قالتلي أو أختي قالتلي والله هي استفادت خليني يجرب بتمنى إنكم تنتبهوا القرحة المعدة بيكون فيه محة نزيف منيجي مناخد له القصة الهندي بيصير فيه معنى نزيف زيادة داخلي انتوا ما بتحسوا فيه هذا النزيف عشان هيك لازم تنتبهوا ما بيتاخد لا للكولون ولا للقرحة المعدة القصة الهندي أهم شي تاخدوا له العكبر العكبر ممتازة القرحة تقرحات الكولون تقرحات الأمعاء هاي ممنوعة من عمبارتها من القصة الهندي شوفوا هلا صامي تقريبا جايبت لكم ست سبع محاذير ممنوعين من القصة الهندي كل واحد معه تقرحات بالكولون وكتير فيه ناس حكوا معي إنه بينفع إني قافضوا إنتي قلتي إنه بيداوي يا شماعة شوفوا الفيديو كله كامل أنا وأحيانا أفصلكون وصحيح بي طول الفيديو بس مشان فهمكم بالتفصيل ومشان تقدروا تعرفوا شو هي المحاذير وشو هي السلبية اللي هتدخل فيكم من القبل هاي العشبة وشي هي الإيجابية اللي هتدخل تفيدنا من قبل هاي العشبة مشان هيك لحمتل ما عملكون غير المعدة عمنا الأمعاء والكولون ممنوع بتاتا من القصة الهندي لأنه حي لأنه التقرحات اللي موجودة بالكولون هيسبب لنزيف وإن شاء الله ما كنت ضيفة قيلة عليكن وطولت كتير الفيديو مختصر كل هالكلام اللي حقلكون ياه نظام غذائي كامل بتنشو عليه يا مريضين الشرايين والقلب والسكري والكولون والمعدة والإمساك والغدة الدرقية والهرمونات الغير منتظمة مع إنه الهرمونات اللي مالا منتظمة هي سببها السهر والنوم في النهار يعني هاللي بيسهر وبينعم طول النهار ما هيستفيد شي أبدا من الغدد نظموا حياتكن غيروا نمط حياتكن لإنه الحياة حلوة وحلوة جميلة لهاللي بيعرف لها هلأ آخر شي اللي حقلكون كتروا كمان بشربوا المي لإنه الماء هي الحياة يعني إذا نزفتوا كتير الماء هي الحياة إذا تعبتوا الماء هي الحياة إذا بدنا نصوم نقدر نصوم ونشرب بس ميت حين قتل السموم كله مرض السكري بيواتي لصيام أشياء كتير ماني عرفاني شو بدي فيتكن بس إن شاء الله قدرت وصلكون شو هو القصة الهندي شو محاذير القصة الهندي كيف منقدر نستعمل القصة الهندي؟ إنتوا الكل هاللي بدي يستعمل القصة الهندي هلأ فوراً روحوا خدوا تقريباً وجزء من الواحد جرام من القصة الهندي وشربوه وشربوه وراه مي خلال 24 ساعة هتعرفوا أنه أنتوا تتحسسوا منه أو لا ولا القصة الهندي ما بيسبب مشاكل إلا أصلاً هاللي هو عنده مشاكل يعطيكم ألف عاطية وبحبكم كتير وداي